عندما يكون الصفر نجاحاً وهدفاً امتى نوصل للصفر ونقول ان احنا حققنا نجاح وتميز وتقدم في ملفات كتيرة ملف البطالة لما بنحقق فيه رقم صفر معناه ان احنا نجحنا جداً 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 تخيلوا حضراتكم ان في 2023 فيه 14 كليت زكاء اصطناعي في مصر و14 فرع موجودين في عدد من الكليات عمداء الكليات دي على مستوى الجمهورية بيقولوا ان عندهم صفر بطالة يعني كل خريجينها اشتغلوا مش بس الشطار ولا الاوائل لا كل الخريجين بتوع كليات الزكاء الاصطناعي واقسام الزكاء الاصطناعي اشتغلوا مش بس كده ده بيقولوا كمان ان احنا لحد عشر سنين جايين مفيش بطالة في مجال الزكاء الاصطناعي قالوكم مش المستقبل مش طب ولا هندسة ولا كليات الحاسبات والمعلومات والزكاء الاصطناعي الزكاء الاصطناعي دخل في كل المجالات دلوقتي بنسمع كل يوم ان علوم المستقبل بتعتمد اعتماد كلي على الزكاء الاصطناعي هنلاقي ان طبيب المستقبل ومهندس المستقبل واداري المستقبل بدون تكنولوجيا المعلومات هيبقى نقصه حاجة وحاجة مهمة جدا وحاجات كتير وهيستهلك وقت وجهد كبير جدا بدون الزكاء الاصطناعي عشان كده الدولة والعالم كله متجه نحو التنمية والتحول وده طبعا طبقا لرؤية مصر ايه الموضوع موضوع صفر البطالة في كليات الزكاء الاصطناعي واحنا اليومين دول في اطار المرحلة التانية من تنسيق الجامعات الحكومية والطلبة طبعا عارفين كله بيدور على كليات القمة لكن زي ما كنا بنقول دايما ان كلية القمة هي الكلية اللي انت هتتفوق فيها